للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد مرسلنا حيدر الأسدي حيدر مرحبا بك من جديد انقل لنا مشهد اليوم في بغداد بعد انسحاب مناصري تيار الصدري من أمام المحاكم ميشا حالة من الهدوء تعم الشارع العراقي بعد انسحاب التيار الصدري يوم أمس من أمام مجلس القضاء الأعلى وإعلان مجلس القضاء الأعلى استئناف عمل المحاكم هذا بالتأكيد أعطى للمواطن العراقي حالة من الهدوء والطمأنينة لأن كما تعلمين أن القضاء والمحاكم هي على ارتباط مباشر بالمواطن وبالتالي عندما عطلت هذه المحاكم يوم أمس تضررت شريحة واسعة جدا من المواطنين وبالتالي عودة الحياة العامة باستئناف المحاكم الاتحادية في مختلف مناطق العراق أعطى نوع من الهدوء وأيضا أعطى أملا بأن يكون هناك فرصة للحوار خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن وصلت الأزمة السياسية إلى مرحلة كسر العظام وفرض الإرادات ولكن واضح أن القضاء تمكن من الصمود أمام الضغوط التي تعرض لها والاعتصام الذي تعرضت مؤسساته له يوم أمس على عكس المؤسسة التشريعية التي لم تستطع الصمود وعطلت الدوام الرسمي فيها وعطلت جلساتها الآن هناك فرصة ودعوات لإطلاق حوار جديد يقوم على أساس التفاهم والتباحث لإتمام الاستحقاقات الدستورية للمرحلة المقبلة إن كانت القوى السياسية راغبة بحل البرلمان إذن لتعطي فرصة لعقد جلسة نيابية ويحل مجلس النواب نفسه بنفسه حسب الدستور العراقي وإن كانت راغبة بتشكيل حكومة مقبلة أو انتخابات مبكرة بالتأكيد يجب أن يكون هناك جلسة لحل البرلمان وبالتالي يدعو رئيس الجمهورية لتحديد موعد لهذه الانتخابات وقبلها يتم التباحث والتفاوض على مسألة آلية هذه الانتخابات القانون الذي ستتم على أساسه الانتخابات المبكرة وتسير الأمور باتجاه الحلحلة والاستقرار ولكن حتى هذه اللحظة لم تصدر أي قوى سياسية بيانا رسميا بأنها ستشارك في حوار مقبل أو أنها ستلبي دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري بإجراء حوار بين القوى السياسية شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل مرسلنا حيدر الأسدي من بغداد